نظرية ذات الحدين بعدها راح نوجد حداً معيناً في مفكوك ما فرح ناخذ مقدمة بسيطة عشان إيجاد المفكوك فأولاً أوجد مفكوك ما يليه عندي A زائد B مرفوع لأس 2 إذا كان عندي A زائد B مرفوع لأس 2 راح شا سوي عشان أوجد المفكوك أفكه إلى قوسين مضروبين في بعض فعندي A زائد B مضروب في A زائد B فرح أوزع كل حد من القوس الأول على الحدود الموجودة في القوس الآخر فرح يكون عندي A في A A تربيع A في B بعدين B في A اللي هو نفسه A B بعدين B في B اللي هو B تربيع راح نجمع الحدود المتشابهة اللي هي A B زائد A B راح يعطيني 2 A B هنا بكل سهولة فككنا الأقواص قلناهم أقواصين مضروبين في بعض لكن لو كان عندي الأس أكبر من أثنين لو مثلا كان عندي أربعة كان عندي خمسة أو حتى عشرة شو راح نسوي؟ أكيد عندي نظرية فنظريتنا هي نظرية ذات الحدين نظرية ذات الحدين ليش سميناها ذات الحدين؟ أكيد لأنه عندي فيها حدين فعندي الحد الأول راح نسميه A والحد الثاني راح نسميه B فنستعرض نظريتنا مع بعض فعندي كحدود أول حد راح يكون عندي N توافيق الصفر اللي هو السي خدسوها من قبل بعدين راح أضربها في A أس N ناقصا صفر مضروبة في B أس صفر هذه عندي الحد الأول في المفكوك بعدين ننتقل إلى الحد الثاني لأن نحن ابتديننا في الصفر فالحد الثاني راح تكون من الواحد فنقول N توافيق الواحد A أس N ناقصا واحد في B أس واحد وهكذا نمشي على جميع الحدود في المفكوك إلى الحد الأخير دائما الحد الأخير راح يكون عندي N توافيق الـ N مضروب في A أس صفر ما هوين ياتنا الصفر؟ ياتنا الصفر لأن نحن قاعدين نمشي فراح تكون عبارة عن N ناقصا N فبيكون عندي صفر مضروب في B أس N بدل ما نكتبها كحدود ونتخربط عندنا إياها كمجموع خذنا من قبل صيغة المجموع أنها هي سيجما فنقول سيجما من الكي تساوي صفر إلى الأن عندي إياها حق مضروب الأن مقسوم على مضروب الكي مضروب في N ناقصا كي كمضروب من بجال ما أقول هاي القيمة اللي عندي إياها ككسر راح نحفظها على أساس توافيق فراح نقول المجموع اللي هو السيجما من كي تساوي صفر إلى الأن N توافيق الكي مضروب في A أس N ناقصا كي مضروب في B أس كي فراح نبتدي أول مثال نستعرض فيه كيفية إيجاد المفكوك من خلال نظرية ذات الحدي لكن قبل أن نستعرض المثال عندي إرشاد بسيط للدراسة وهو N سي صفر اللي هو N توافيق الصفر تساوي دائما واحد والN توافيق الN دائما تساوي الواحد فأول مثال عندي X زائدا Y مرفوع لأس أربعة قبل لأبتدي أحل وأكتب القانون راح أستعرض أول شي المعطيات راح أقول عندي الحد الأول أهو X والحد الثاني أهو Y بدل ما نقول حد أول وحد ثاني راح نقول A تساوي X والB تساوي Y الN عندي إياها أربعة فراح أعوض في القانون عندي المجموع أو السيجما من K تساوي صفر إلى أربعة أربعة توافيق الكي مضروب في X أس أربعة ناقصا كي مضروب في Y أس A جهزنا عندنا الصيغة اللي نحتاجها لإيجاد المفكوك فاحنا راح نوجد حد حد قلنا من الكي تساوي صفر إلى الأربعة لتسهيل عملية الحل راح نسويها على شكل جدول فعندي الجدول التالي قلنا دائما نبتدي من الصفر وننتهي عند الN فأولا راح أعوض مكان كي الكي في القانون بالصفر فراح يكون عندي أربعة توافيق الصفر X أس أربعة ناقصا صفر Y الصفر طبعا إحنا نعرف أي متغير مرفوع للصفر قيمته تساوي واحد فالY الصفر عندي إياها تساوي واحد وأربعة توافيق الصفر قلنا من شوي تساوي واحد فعندنا فقط الحد الأول هو عبارة عن X أس أربعة انتهينا من الحد الأول ننتقل إلى الحد الثاني الحد الثاني راح تكون الكي تساوي واحد نفس ما سوينا في الخطوة الأولية في الخطوة الثانية راح أشيل كل كي أحط بدولها واحد فنقول أربعة توافيق الواحد X أس أربعة ناقصا واحد Y أس واحد أدخل في الكالكليتر أربعة سي واحد راح يعطيني أربعة أربعة ناقصا واحد ثلاثة فرح يكون عندي X أس ثلاثة والY أس واحد تنزل مثل ما هي خلصنا من الحد الثاني ننتقل مثل ما ننتقل نحك الحد الثاني الحد الثالث على نفس النمط الكي راح تكون ثنين فنقول أربعة توافيق الاثنين X أس أربعة ناقصا اثنين Y أس ثلاثة نسويها في الكالكليتر أعجين أربعة توافيق الاثنين يعطينا ستة أربعة ناقصا اثنين الثنين والY أس ثلاثة third نفس ما احنا وصلنا الكي تساوي ثلاثة نواصل أربعة سي ثلاثة اللي هو توافق الثلاثة اكس أربعة ناقصا ثلاثة واي أس ثلاثة فأربعة سي ثلاثة بالكالكليتر يعطينا أربعة أربعة ناقصا واحد يعطينا اكس واحد والواي أس ثلاثة نشوف آخر حد عندي في المفكوك وهو كي تساوي أربعة اللي هو نفسه قيمة الأن اللي عندي إياها في السؤال فعندي أربعة توافيق الأربعة اكس أس أربعة ناقصا أربعة واي أس أربعة طبعا أربعة توافيق الأربعة عندي إياها واحد اكس أس أربعة ناقصا أربعة يعطيني اكس أس صفر فبتروح بواحد فتبقى لي فقط الواي أس أربعة بعد ما انتهينا من الجدول اللي عندنا ش راح نسوي راح نكتبه من بدل ما هو مكتوب في صيغة عمودية راح نكتبه في صيغة أفقية فإذن X زائدًا 4 X زائدًا Y أس 4 راح يكون عنديها تساوي X أس 4 زائدًا 4X تكعيب Y زائدًا 6X تربيع Y تربيع زائد 4XY تكعيب زائدًا Y أس 4 بشذيه اوجدنا مفكوك X زائدًا Y أس 4 بشذيه انتهينا من حل المثال الأول لإيجاد مفكوك باستخدام نظرية ذات الحدين راح نستنتج مع بعض مجموعة من الملاحظات المهمة من المثال السابق فعندي أول ملاحظة الملاحظة الأولى عندي إياها عدد الحدود في المفكوك دائما يساوي N زائدًا 1 فلو لاحظنا في المثال السابق كانت عدد الحدود خمسة حدود والN عندني إياها أربعة فأربعة زائدًا 1 يعطيني خمسة هاي أول ملاحظة الملاحظة الثانية لو نلاحظ مجموع الأسس في أي حد يساوي N لو شفنا مثلا الحد الثاني عندي إياه الـ X أس ثلاثة وعندي الـ Y أس واحد لو جمعت الواحد زائدًا ثلاثة راح يعطيني أربعة نفس الشي الحد اللي بعده لو جمعنا الاثنين زائدًا اثنين راح يعطيننا أربعة وهكذا نشوف ثالث ملاحظة الملاحظة الثالثة يقل أس A بمقدار واحد ويزيد أس B بمقدار واحد في أي حدين متتاليا طبعا الحين راح تسألون أي واحد الأي وأي واحد البي الأي عندنا إياها اللي هو الحد الأول ففي المثالنا السابق كان X والبي عندنا إياه هو الحد الثاني وهو في مثالنا السابق كان Y فلو نلاحظ عندنا في المفكوك في البجاية الـ X كانت أس أربعة والـ Y ما عندي إياها هني في الحال لكن إحنا لما حليناها مساعة كانت الـ Y الصفر فعندي أربعة وصفر بعدين انتقل حق الحد اللي بعده راح يكون عندي الـ X أس ثلاثة والـ Y أس واحد فالـ X قلت بواحد والـ Y زادت بواحد وهكذا نشوف الملاحظة الرابعة لو نلاحظ في الملاحظة الرابعة بالنسبة حق الحد الأول بالنسبة حق الحد الأخير الحد الأول هو A أس N الأي اللي هو فيه مثالنا X فالحد الأول عندنا إياه X أس أربعة فشني خفت الحد الأول اللي هو X ورفعته لأس أربعة ما سويننا ولا شي نفس الشي بالنسبة حق الحد الأخير عندنا إياه أنه هو الـ Y رفعنا لأس أربعة فراح نقول Y أس أربعة وهكذا نشوف مع بعض الملاحظة الخامسة فعندي الملاحظة تقول المعاملات في المفكوك متماثلة نسأل سؤال شنه يعني معاملات؟ المعاملات هي جميع الأعداد الموجودة جدام المتغير شنه يعني جدام المتغير؟ يعني العدد المضروب في المتغير فمثلا لو نلاحظ في الحد الأول عندي المعامل واحد شون عرفت أنه هو واحد؟ لأنه هو مو عندي شيء فإذا ما عندي شيء معناته واحد الحد الثاني عندي أربعة الحد الثالث ستة أنزيل لو انتقلنا حق الحد الرابع بنلاحظ أنه عندي المعامل أربعة وهو متماثل مع معامل الحد الثاني نفس الشي لو انتقلنا حق الحد الأخير عندي معاملة واحد وهو متماثل مع الحد الأول فالمعاملات في المفكوك متماثلة بشذي انتهينا من الملاحظات المهمة ومن المثال الأول رح ناخذ مثال آخر عشان تركز في مخنا نظريات ذات الحدين فنشوف مثال اثنين مثال اثنين عندي أن الواي ناقص أربعة زد مرفوعة لأس أربعة رح نبتدي نفس ما بتدينا في حل المثال الأول أول خطوة رح نطلع المعاملات فراح يكون عندنا الاي تساوي واي البي رح ناخذ البي مع الإشارة اللي جدامها ليش خذناها مع الإشارة اللي جدامها لأن أصلا لو نتذكر في قانوننا كان الحد اللي في الوسط بينهم زائد وليس ناقص فراح ناخذ إشارة السالب معه فراح نقول أن البي تساوي سالب أربعة زد والأن عندي إياها أربعة فراح هي أعوذ في القانون اللي عندي فراح نقول أنه هو سيجما كي تساوي صفر إلى أربعة أربعة توافيق الكي مضروبة في واي أس أربعة ناقصا كي مضروبة في سالب أربعة زد كامل هذه الحد الثاني مرفوع لأس كي الحين رح نسوي جدولنا فالجدول عندنا الكي تبتدي من الصفر إلى الأربعة وهي قيمة الأن رح نعوذ في الصيغة اللي أوجدناها من شوي فراح نقول أول شي نبتدي بالصفر فأربعة توافيق الصفر واي أس أربعة ناقصا صفر سالب أربعة زد أس صفر فعندنا أربعة توافيق الصفر واحد واي أس أربعة رح أخليها مثل ما هي وسالب أربعة زد أس صفر رح يعطيني واحد فالحد الأول هو واي أس أربعة في ناس ما يبون يقعدون يعوضون بالصفر لأنه هو الحد الأول من الملاحظة اللي قلناها من شوي قلنا أني عشان أوجد الحد الأول فقط رح أقول الأي اللي هو الحد الأول برفع لأسن فآن الأي هني عندي إياها الواي فرح أقول وي قس أربعة دايركت عشان أختصر الوقت علي بعدها رح ننتقل إلى الحد الثاني فالحد الثاني عندي الكي تساوي واحد فأربعة توافيق الواحد وي قس أربعة ناقصا واحد في سالب أربعة زد طبعا هني أربعة توافيق الواحد رح يعطيني أربعة وعندي مضروبة في سالب أربعة فرح أضرب الأربعة في سالب أربعة يعطيني سالب ستة عش وعندي الواي والثلاثة مضروبة في الزد ونزلها مثل ما هي بعدين الحد الثالث نقول كي تساوي اثنين نواصل أربعة توافيق الاثنين واي أس أربعة ناقصا اثنين سالب أربعة زد أس اثنين طبعا هني الأس عندي أنه هو حاج السالب أربعة والزد فاش رح أسوي رح أوزع التربيع على السالب أربعة وعلى الزد فراح يكون عندي سالب أربعة تربيع مضروب في أربعة توافيق الاثنين كامل في الكي الكليتر رح يعطيني ستة وتسعين والواي تربيع تنزل مثل ما هي والزد تربيع تنزل مثل ما هي بعدها الحد الرابع رح يكون عندي الكي تساوي ثلاثة فأربع توافيق الثلاثة y أس أربعة ناقصا ثلاثة سالب أربعة زد أس ثلاثة نسماسوين في الخطوة اللي قبل نساوي في ذي الخطوة رح أوزع الأس على السالب أربعة وعلى الزد ونضرب في الكي الكليتر كل اللي عندنا سي توافيق الثلاثة سالب أربعة أس ثلاثة كامل رح يعطيني سالب مائتين وستة وخمسين y مضروب في زد أس ثلاثة آخر حد عندني هو لما الكي تساوي أربعة وهي تساوي قيمة الأن راح نقول أربعة توافيق الأربعة وي أس أربعة ناقصا أربعة سالب أربعة زد أس أربعة طبعا أول الأشياء راح نقول نهي تساوي واحد فقط عندي الحد الثاني مرفوع لأس أربعة فراح يكون عندي سالب أربعة أس أربعة راح يحطيني مائتين وستة وخمسين في زد أس أربعة فآخر خطوة نفس ما ساوينا في المثال السابق راح نقول بدل ما نكتب بطريقة عمودية نكتب بطريقة أفقية الحين هنا لو لاحظنا في الملاحظة السابقة قلنا أن معاملات الحدود متماثلة انزيل لو بتلاحظون هنا أنا ما عندي المعاملات متماثلة ليش ما عندي إياها متماثلة لأن أصلا من البداية في السؤال ما كانت المعاملات متماثلة لو تذكرون في المثال السابق كان عندي مجرد X زائد NY كل واحد معاملة واحد لكن هنا واحد معاملة واحد والثاني معاملة سالب أربعة فما راح تكون المعاملات متماثلة في الحدود راح نشوف أول تدريب معانا لإيجاد حد معين فعندي أوجد الحد الأخير من مفكوك 5X زائد NY مرفوع لأس خمسة لو تذكرون في الملاحظات اللي خذناها من شوي أن كان عندي الحد الأخير دائماً البي مرفوع لأس N فآي أقول من البي عندي إياها؟ البي عندي إياها Y والآن عندي إياها خمسة فدايركت راح أقول أن الحد الأخير Y أس خمسة كل سهولة معقدها علي نشوف التدريب الآخر طبعاً إحنا في تدريباتنا ستب باي ستب فأو شيء أوجدنا الحد الأخير أحين نشوف الحد الأول فأوجد الحد الأول من مفكوك 3A زائد ثمانية بي مرفوع لأس خمسة فهني عندي طريقتين لإيجاد الحد الأول فأول طريقة يا أني أستخدم الملاحظة اللي قلناها من قبل أنه الأس N أو أستخدم القانون اللي عندي فأول شيء راح نستخدم القانون عشان نتدرب ليش؟ لأن القانون يمشي معي على كل الحدود لكن هاي الملاحظة فقط للحد الأول أو الحد الأخير فنشوف الخطوات أول شيء نطلع المعطيات شنو المعطيات اللي عندي؟ عندي الآن خمسة والA اللي هو الحد الأول ثلاثة A لأنت خاربط نقول هني A وهناك ثلاثة A هذه ما لشغل الأي قلنا هي الحد الأول والB وهو الحد الثاني دائما نخلي هالشيء في مخنا أوكي؟ أنزين فنقول أن الB وهي ثمانية B بعدها أهني لأن أنا أحتاج أوجد حد معين فلازم أطلع K من هي K؟ الك وهو ترتيب الحد يعني لو نقول قيمة K تساوي قيمة ترتيب الحد ناقص واحد فالحين هما هني قلالني يبون الحد الأول معناته رح أقول أن الK الحد الأول اللي هو واحد ناقصا واحد يساوي صفر فالK تساوي صفر فأني في القانون نكتب قانوننا لكن هني لأن أنا أوجد حد معين فمحتاج أكتب السجما أحي ننسي السجما لأن السجما عبارة عن مجموع الحدود هنا أنا بس حد واحد فأكتب القانون اللي عندي من غير السجما فنقول عندي خمسة توافيق الصفر بعدين مضروبة في ثلاثة A أس خمسة ناقصا صفر في ثمانية B أس صفر فقلنا أي شيء أو أي متغير أس صفر يعطينا واحد وخمسة توافيق الصفر بعد واحد فبس يبقى لنا من ثلاثة A مرفوع لأس خمسة طبعا لأن هنا الأس عندي داخل القوس حدين مضروبين في بعض فرح أوزع الأس عليهم فيصير عندي ثلاثة أس خمسة في A أس خمسة أطلع بالكالكليتر يعطينا مائتين وثلاثة واربعين A أس خمسة هذه هي الطريقة الأولى نشوف الطريقة الثانية باستخدام الملاحظة البسيطة فعندنا نقول أنه هو الحد الأول اللي هو ثلاثة A أس خمسة بوزع الأسس وبطلع في الكالكليتر بيعطينا مائتين ثواثة واربعين A أس خمسة طبعا لو لوحفتوا الطريقة الثانية باستخدام الملاحظة وايد كانت أسهل من الطريقة الأولى لكن الطريقة الأولى نفس ما قلنا من شوي توجد لنا جميع الحدود اللي نبي نوجدها نشوف مثال آخر عشان نركز الطريقة لإيجاد أي حد يبونا فعندي أوجد الحد السادس من مفكوك 2C ناقصا 3D مرفوع لأس ثمانية فأول خطوة راح نوجد المعطيات فعندي الأن ثمانية الأي 2C والبي سالب 3D فعقب ما نوجد المعطيات اش راح نسوي راح نوجد الكي الكي شي مهم في إيجاد حد معين فراح نقول أن قيمة الكي دائما تساوي قيمة ترتيب الحد ناقص واحد فراح نقول الحد المطلوب هنا الحد السادس فستة ناقصا واحد يعطينا خمسة فالكل اللي راح نعوضها بالقانون هي الخمسة فنقول ثمانية توافيق الخمسة 2C أس ثمانية ناقصا خمسة في سالب 3D أس خمسة طبعا نطلع قيمة التوافق بالكالكيليتر يعطينا 56 نوزع الأس اللي أهوه ثمانية ناقص خمسة ثلاثة على الاثنين وعلى الس ونوزع الأس خمسة على السالب ثلاثة وعلى D أس خمسة ش راح نسوي عقب راح نيي نفل الكالكيليتر نبطل الكالكيليتر نحط كل الأرقام اللي عندنا ونحط بينهم برض ونطلع الجواب النهائي ما لادعي نعقدها على روحنا فبيكون عندنا سالب مئة وثمانية ألف وثمانمئة وأربعة وستين ليخرعكم الرقم عادي لأن نحن عندنا أعداد عودة ضربناها في بعض ما في أي مشكلة بعدين مضروب فيه C أس ثلاثة D أس خمسة بشذيه أوجدنا الحد السادس راح نأخذ مع بعض تمارين إضافية كاختيار متعدد نختار منهم الإجابة الصحيحة ونوجدهم مع بعض فأول تدريب عندنا اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي طبعا هنا راح نستخدم الملاحظات الملاحظات شيء وايد مهم لازم نفهمها ونحفظها مع بعض فأول سؤال عندي إذا كان عدد الحدود المفكوك F ناقص خمسة أس أن يساوي تسعة فما قيمة الأن لو نذكر الملاحظة قلنا أن دائما عدد الحدود وهو أن زائد واحد أحين في السؤال هنا يعطوننا أن عدد الحدود أهو تسعة شن راح أطلع الآن راح أقول دايرك تسعة ناقص واحد بدل ما نقول زائد هنا نقول ناقص فتسعة ناقصا واحد دايركت يعطيني الجواب ثمانية فالخيار هو خيار C نشوف تمرين آخر على نفس النمط راح نستخدم الملاحظة ومثل ما نشوف ثاني تمرين عندنا أهو إيجاد الحد الأخير في مفكوك X ناقصا اثنين أس ثمانية فأحنا قلنا من قبل أن الحد الأخير أهو الB مرفوعة لأس أن فمن الB عندني إياها هني الB عندني إياها أنه هي سالب اثنين فبس راح أقول السالب اثنين بارفعها لأس ثمانية أدخلها كامل في الكالكليتر لكن ملاحظة مهمة دائما أقول أفتح قوس سالب اثنين أسكي القوس بعدين أرفعها لأس ثمانية ما خلي السالب برع القوس لأنه راح يعطيني الجواب غلط راح تفرق الإشارة فلما نحطها في الكالكليتر راح يعطينا 256 فهو الخيار B آخر تمرين عندني على الملاحظات فعندنا الحد 35 G أس أربعة H أس ثلاثة هو أحد الحدود في مفكوك نبي نعرف الحين نبي نعرف أي من الخيارات اللي عندنا أهو جوابنا فاش راح نسوي راح نشوف الحد اللي معطينا فالحد الأسس اللي عندي إياها كم؟ عندي أس أربعة وأس ثلاثة راح أجمعهم مع بعض ليش نجمعهم مع بعض؟ لأننا إحنا لو تذكران قلنا في الملاحظة قبل أن دائما مجموع الأسس في الحد نفسه يعطيني قيمة الأن فآن هني لو نلاحظ كلهم نفس الشيء اللي تفرق فقط الأن فراح نقول نجمع الثلاثة مع الأربعة يعطيني سبعة فاروح نشوف أي خيار من الخيارات التالية أس سبعة الأن فنشوف أنه هو الخيار أي واضح؟ أنزل كذي نكون خلصنا درسنا اليوم أتمنى كانت مشاهدة ممتعة واستفدت وتعلمتهم نلقاكم في دروس أخرى ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر